بالتعاون بين وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انطلقت ورشة العمل الخاصة بالتحضير لعرض النموذج الأولي لمنصة نظام معلومات سوق العمل على الجهات الشريكة في فندق الشيرتون في دمشق هذا النظام هو عبارة عن مشروع وطني الهدف منه تأمين بيانات دقيقة وديناميكية عن واقع سوق العمل من الممكن أن تعود بالفائدة سواء كان لجهة العرض والطلب سواء كان للعامل أو لأصحاب العمل وأيضا لمتخزين القرار في إطار سياسات التشغيل والتدريب والتعليم لا شك اليوم نحن بحاجة إلى إيجاد قاعدة بيانات دقيقة انطلاق هذه المنصة سيكون بإطار فعلا أن نكون ضمن سوق عمل نشط ومنضبط يتبتع ويمتلك بيانات دقيقة من الممكن الاستفادة منها في المرحلة سوريا 2030 الورشة هي العرض ما تم إنجازه في إعداد لزام معلومات سوق العمل لزام معلومات متكامل لسوق العمل يتضمن طبعا عدة منصات فرعية منصة للعمل منصة للتدريب منصات للدراسات والأبحاث فيه برنامج متكامل هو الأول من نوعه في سوريا وهذا هدفه الأساسي هو تنظيم سوق العمل في سوريا واستثمار الطاقات الموجودة فيه وأيضا الحد من العديد من المشكلات التي يعاني منها سوق العمل وخاصة في مسألة المطالقة ما بين المعروض من قوة العمل والطلب عليها الورشة تضمنت مناقشة ما تم إنجازه من نظام معلومات سوق العمل وعرض أولي لنظام المعلومات من قبل الجهات المشاركة في الورشة اليوم سنعرض بشكل أول للمنصة سنأخذ ملاحظات الشركاء من القطاع الخاص والقطاع العام حول تفاصيلها لحتى نقدر نطورها ونبرمج بناء على هذه التفاصيل تحضيرا لإطلاق النظام وتفعيله لاحقا من المقرر إن شاء الله في الشهر الرابع أو الخامس إطلاق النظام تم من تقريبا مدة عام لحد اللحظة العمل من خلال مجموعة من الاجتماعات سواء السنائية للجانب أو متعددة الجوانب تم تشكيل لجنة وطنية توجيهة للنظام معلومات السوق العمل بالضم وزارة الشركة الاجتماعية والعمل وزارة التنمية الإدارية وزارة المكتب المركزي للأحصاء والقطاع الخاص بإضافة لمجموعة من الوزارات واللهيئات ذات الصلاة طبعا بشكل أساسي هي التقريض والتعاون الدولي طبعا بدون أن هذه الفترة هي كمان تم العمل على إعداد دليل النظام بالعناوين الرئيسية الهدف من إطلاق الورشة تنشيط سوق العمل من خلال نظام معلومات متطور وتأمين بيانات دقيقة وديناميكية عن واقع سوق العمل في سوريا